هل تستعيد بالله من الشيطان الرجيم؟ لو استعت لا بأس فهذه ركعة وهذه ركعة تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وتصنع كما صنعتها في الركعة الأولى يستحب أن تجعلها أقصر من ثاني أقصر من الأولى ثم تزلس للتشهد الأول إن كانت رباعية أو هو التشهد الأخير إذا كانت ثنائية التشهد الأول بالنسبة للثلاثية والرباعية في الصلاة الذات التشهدين يعتبر واجب بدليل أنه إذا قام منه واستتم قائما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرجع إذا استتم قائما ساهيا وليزل السادتين قبل السلام معنى كونه إذا قام ما يرجع للتشهد الأول وقد نسيه يعني هذا إيش؟ واجب وليس بركة إذا جلست التشهد يقبض بين أصابع الثلاثة الخنصر البنصر الوسطى ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة وتسمى السباحة ويبسط يده اليسرى ويقرأ التحيات التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا العباد الله الصالحين أشهد أن لا إله لله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد العبده ورسوله بعض العلم يقول إذا كانت صلاة رباعية أو ثلاثية لا تشهدين لا بأس أن يتم الصلاة الإبراهيمية وبعضهم يقول لا الصلاة إذا كانت لا تشهدين فالتشهد الأول إلى أشهد أن لا إله الله أشهد محمد عبد الرسول أو أشهد أن محمد رسول الله لكن إذا كانت صلاة ركعتين ولا تشهد واحد يتم يقرأ الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية أي شيء أتم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الله ما صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد ومجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد ومجيد قبل أن يسلم يستعد بالله من أربع يقول الله أعوذ بك أعذب جهنم أعذبك أعذب القبر أعذبك فتنة محي المات أعذبك فتنة مسيح الدجال لا بأس ولو قال أعذبك من المأسم والمغرم ثم يدعو هذا موضوع دعاء من المواضع الدعاء اللي يدعو بها المصلي